السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن اعراض متلازمة داون اثناء الحمل وعند حديث الولادة عادة لا تظهر اي اعراض على الام الحامل تدل ان جننها سيصاب بمتلازمة داون لكن وبعد الولادة تظهر على الاطفال حديث الولادة المصابين بمتلازمة داون ملامح مميزة ابرزها ما يأتي الوجه المسطح الرأس الصغير الركبة القصيرة انتفاخ اللسان الجفون المائلة الى الاعلى ازنام بشكل غريب او صغيرتان عضلات ضعيفة يدان عريضتان قصيرتان بتجعيد واحد في كف اليد واصابع قصيرة ورجلان صغيرتان ومرونة مفرطة ونقاط بيضاء صغيرة على الجزء الملون من العين تدعى بقع بروشفيد وكسر القامة يمتلك الاطفال المصابون بمتلازمة داون جسما عاديا لكنهم ينمون بشكل ابطأ ويظلون اكثر عن غيرهم من الاطفال في العمر نفسه وليه التأكد بشكل قطعي من اصابة الطفل بمتلازمة داون يجب ازهاب للطبيب حيث قد يطلب الطبيب اختبارات اضافية للكشف عن متلازمة داون في الطفل في نهاية الفيديو ننوه ان المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني ابدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو اللي اعجبكم يالي تدعموا بلايك وكممنت وشجار الفيديو مع اصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ